اشتركوا في القناة وإعادة معدلات رحلاتها إلى ما كانت عليه قبل انتشار وباء كوفيد بالإضافة إلى تنشيط الملاحة الجوية الداخلية عبر مختلف مطارات الوطن وتكثيف رحلات العمرة والرحلات ذات الطابع السياحي بين جانت والعاصمة الفرنسية باريس النقل البحري هو الآخر نال نصيبه خلال هذا الاجتماع حيث أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر جذريا في هيكلة وسياسة النقل البحري للبضائع على كل المستويات من أجل تأهيله وعرض مشروع استراتيجية التسير الجديدة في غضون شهر ودمج الشركتين الوطنية كنان متوسطية وكنان شمال المتخصصتين في النقل البحري في شركة واحدة كما أمر بفتح تحقيق فوري وعلى جميع المستويات لمحاسبة المسؤولين عن تدهور هذا القطع الاستراتيجي رئيس الجمهورية دع أيضا إلى العمل بكل الوسائل من أجل التسوية التقنية للبواخر الجزائرية في الموانئ الدولية وإفساح المجال للخبرات الجزائرية من أجل استحداث شركات تختص في إصلاح السفن هذه الإجراءات تضاف إلى أخرى سابقة في المجال لمسايرة خطوات الإقلاع الاقتصادي حيث تدعم النقل البحري قبل أشهر برحلات تجارية نحو نواكشوت الموريطانية وذاكار السينيغالية وأخرى لنقل المسافرين نحو نابول الإيطالية أما النقل الجوي فينتظر أن يتدعم بخمس عشرة طائرة جديدة في أقرب الأجل